يعود السجال حول الزواج بين أصحاب الديانات المختلفة في مصر بعد تصريحات شككت في الحكم الشرعي للأمر والتصريحات قوبلت بردود فعل من بعض رجال الدين ففي لقاء على إحدى القنوات المصرية رددت أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمينة نصير ردت على سؤال حول وجود نص يحرم زواج المسلمة بغير المسلم غير المسلم المسيح واليهودي وهم أهل كتاب أهل كتاب والقرآن اللي سماهم كتاب في مثل هذه الحالة إذا هو طبق ما يطبقه المسلم عندما يتزوج بالمسيحية أو اليهودية بأنه لا يكره على تغيير دينها ولا يمنعها من مسجدها ولا يحرمها من قرآنها ولا يحرمها من أداء صلاتها التصريح أثارها ردودة فعلا متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي ديدا تقول أنتم مش هتبطلوا هاري وراء التصريحات المفبركة الدكتورة أمينة نصير بغض النظر عن أي شيء مستحيل تقول أنه ما فيش نص قرآن يمنع زواج المسلمة من غير المسلم هو إحنا عارفين نتجوز من بعض لما هنتجوز من غيرنا بطوطة حساب يسمي نفسه بطوطة اسم جميل تقول بطوطة أه لا ده محمد أبو العنين نريد بطوطة بطوطة تقول أنا عاوز أعرف سبب منع زواج المسلمة من غير المسلم خصوصا أنه ما فيش أي نص يمنع ده وفي قاعدة فقهية بتقول إن لا تحريم إلا بنص وصلنا إلى محمد أبو العنين يقول ما طرحته الدكتورة آمينة نصير حول عدم وجود نص قطعيا بتحريم زواج المسلمة من غير المسلم كلام مهم في تقديره بعيدا عن جدل الفقهاء فالحوار هنا ليس حول وجود نص من عدمه لكن بنسبة لي هو فتح باب النقاش حول ثوابت مجتمعية وتبهات منقوشة ومنقولة من دون دليل عقلي عليها في المجتمع معتز يقول ما عندش أي طاقة أني أتناقش مع حدي بحاول يتكلم عن سواب الدينية زي موضوع تحريم زواج المسلم من غير المسلم تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد شيخ الأزهر في محاضرة بالبرلمان الألماني في عام 2016 عند سؤاله عن عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام وخاصة في أمر الزواج من ديانة أخرى المشروع الزواج في الإسلام مشروع ديني من المقام الأول طيب المسلم يتزوج المسيحية لأنه يعترف بعيسى عليه السلام نفس الشيء فيما يتعلق بموسى عليه السلام فشيء طبيعي أن يحافظ عليها لكن لو عكسنا الأمر وأصبح الزوج مسيحيا أو يهوديا وهي مسلمة معلوم أن الزوج المسيحي لا يعترف بمحمد والزوج اليهودي لا يعترف بمحمد هل يمكن أن أضع زوجة بدينها تحت تصرفات زوج أو مع زوج لا يعترف بهذا الدين حسم الدار الإفتاء المصرية أسجل عبر حسابها على فيسبوك بالقول لا يجز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم وهذا الحكم الشرعي قطعي ويشكل جزءا من هوية الإسلام والعلة الأساس في هذه المسألة أن هذه المسألة التعبدية بمعنى عدم معقولية المعنى فإن تجلى بعد ذلك شيء من أسباب هذا التحريم فهي حكم لا علل فالأصل في الزواج أنه أمر إلهي وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ وفقا للقانون المصري لا يمكن لمسلمة الزواج من غير المسلم مدنيا فقانون الأحوال الشخصية في مصر يستمد قوانينه من الشريعات الإسلامية فهي مصدر تشريعاته لذلك تلجأ بعض النساء إلى بلاد أخرى لعقد مثل هذا الزواج وضحت الدكتورة الأستاذة آمنة عبر التلفزيون المصري أنها كانت تناقش رأي العلماء في تحريم الزواج المسلمة وأنها لم تجز غير ذلك وما تردد هو كلام استقطع من سياقه ولكنها طلبت العلماء بمراجعة اجتهاداتهم في هذه القضية أنا بطالب بطالب فقهاء العصر وعلماء الفتية أنهم يعكفوا على هذه القضية حتى يكون الرد فيه الإجماع لماذا؟ لأن أصبح الآن في الغرب ملايين الفتيات اللواتي يعانينا من هذا الأمر نخرج برأيي على ضوء المشاكل المعاصرة شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها